على الجبهة ما هي دي بقى المسألة ان احنا شفنا موطن الزلل في اللي حصل في النيار في الاخوة المسلمين ايه قضية تسمعوا الطاعة فالناس الان بيسمعوا ويطيعوا ليه ما هو حرام وهو ايه والغير اللي تربينا عليه ايضا الاسلوب اللي يستخدموه دلوقتي الان في الرد عن النت اسلوب سوقة ودماء واشتيمة تفوق الخيال الشخص العادي ما بيستخدمهاش ففقدنا مرتبة الدعم الحياة البعض حتى تندر وقال ان مسؤول التربية في جماعة الاخوان زبانو انتحر اه يعني بقول لحضرتك ان الالفاظ غير مببوط نيجي بقى بعد كده ايه بقى اللي انت عايزه انا عايز بقى ترمي واجهة لهذا الفقه اللي ينشأ من هذا الواقع الواقع اللي مش بتربي اسلاميا يبتدي ينشئ لنفسه احكام تتلاءم مع ما يرمي اليه من اهداف تبو ايه الفرق بن دوبين اللي عملوا في سنة 28 حسن البنة وكانت لديه مقصد ربما كان يراها في ذلك الوقت نبيلة وفي الاخر افضت الى ما افضت اليه ايه يضمن انما حضرتك تعمل هذه الجماعية لا ولا جماعية ما نقولت الحركة لا جماعية ولا جماعة ولا حاجة نشر فكرة يعني لما يجي دلوقتي الشيخ القرضاوي يعدل عما علم عليه الاجيال ويصبح التكفير فلسانه نقف احنا نعمل ايه الازهر بيهبزل جهده احنا بقى كجمهور نامي علينا ان نتشرب عن الشباب ونقولهم هذا التناقض خد كتاب سنة 76 طبعا الشباب مش شافش 76 ده كان فيها ايه اطلع له كتاب لغقراضاوي ضد اللي قاله كله ده دورنا يعني التيار فكرة ايه ايه المواجهة الفكرية لأفكار التكفير جميل يعني ايه لا يعبر عنه ايه لا يعبر عن هذا التيار لا يكون حزبة لا يكون مجموعة لا ولا حزب ولا حاجة ده طيار فكري ينتشر بين الناس زي بزبط الفكر الاشتراكي الآن فكر الاشتراكي انتي حينما تقومين طيار الفكري الاسلامي موجود وله كتابات مؤصلة لي وفيها اختلافات وفيها مدارس وله كتابات مضللة فايه الجديد اللي حضرتك هتضيفه له كتابات مضللة ايضا يعني هقول لحضرك حاجة الآن بدأنا في طيار المواجهة نصدر اول كتب في اثبات ان فكرة حسن البنة كان بداية التكفير مفيش ولا كتاب في السوق بيقول كده كل اللي موجودش ديما كميل يعني ده ممكن انا اعتبره انه طيار فكري ليس إلا مجموعة الباحثين دول حيتضفروا في ايه والله طلع بحث كويس من الاستاذ احمد ربيع فيه تحت عنوان الغام في فق الاخوان خلاص احنا كلنا نتعاون في اصداره ليصل للشاب العادي في الجامعة الشاب العادي حيارة ايه الالغام دي اقول له حسن البنة قسم الناس رغم اننا من الذين صاروا خلف حسن البنة لكن ده ما يمنعش ان بعد ما وصلت 61 سنة النهار ده الصبح اقدر اقول طيب اقدر اقول واناقش هو بجرأة ان فكري حسن البنة كان فيه مثالب وعيوب طيب انا مش قادر اتبعه مش كل الناس هتقدر تروح دار الناشر وتتبعه مش كل الناس اسمها معروف احنا نتبعنا